خلونا نكمل في مسألة الشائعات دي تعالوا نشوف الشائعات الجديدة قالك اخد بالك بقى تم وقف مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحارجة ترشيدا للنفقات مصر لما بتحب ترشد نفقات بترشد نفقات في المستهلكات الحكومية مثلا من فطورة الكهرباء بس مصر ما بترشدش النفقات من صحة الناس لا حصلت ولا هتحصل انا بكلمك على الجمهورية الجديدة بكلمك على مصر اللي احنا عايشين فيها بقلنا 8 سنين وشوية قولي مرة مرة مصر رفعت ادها عن دعم المواطن ده احنا عمليا الدعم بتاع التموين يعني بطاقات التموين حجم السلع اللي فيها والقيم السعرية للسلع اللي فيها زادت صح ولا انا غلطان معاشات بتزيد مرتبات وحد قدنا الاجور يزيد حجم اعفاءات ضربية تزيد مبادرة الرئاسة للقضاء على قوائم الانتظار بالنسبة للرئاسة بالنسبة لفخمة الرئيس هي لا تقل عن مبادرة القضاء على فيروس سي يا راجل يا راجل ده اول مبادرة كبيرة اشتغل عليها الرئيس كانت صحة المصريين فيروس سي تيجي تقولي اصلها يلغو المبادرة بتاعة القضاء على قوائم الانتظار علشان خاطر ترشيد النفقات الحقيقة المركز الاعلامي لمجلس الوزراء تفضل مشكورا بنفي هذه الشائعة بالكلية وكما جرت العادة رجوا على طول لوزارة الصحة يا جماعة فيه كذا 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 احنا رصدنا ده وعايزين نسمع الرد الواضح الرسمي فتيجي وزارة الصحة وتقول لا صحة على الاطلاق في وقف المبادرة الرئاسية الخاصة بالقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحارجة مش بس كده احنا مكملين جدا في استمرار العمل بالمبادرة الرئيسية للقضاء على قوائم الانتظار للعملات الجراحية وتدخلات الطبية الحارجة وانه تم توزيع المرضى مركزيا على المستشفيات التابعة للمبادرة علشان نضمن كدولة حصولهم على الخدمة الطبية والتدخلات الجراحية اللازمة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن ومجانا بالكامل دون تحملهم أي أعباء مادية وضحت وزارة الصحة الحقيقة انه المبادرة نجحت تعال بقى نشوف أعداد وأرقام وحقائق مليون وستمية واحد وعشرين ألف عملية جراحية اتعاملت منذ انطلاق هذه المبادرة في شهر سبعة سنة 2018 وتقريبا حتى هذه اللحظة لأنه طبعا العمالات الجراحية لم تتوقف يعني تفضل مستمر ممكن تكون بنتكلم وفي دلوقتي عمليات ممكن تكون بتتعامل هي الأرقام ينفع تجذب دي أرقام ما فيهاش إزار حقائق لا تقبل الشك أو التأويل انت عارف يعني مليون ستمية واحد وعشرين ألف عملية انت متخيل كم الفلوس اللي اتدفعت دي قد ايه ومش خسارة في صحة المصريين وعمر ما المبادرة دي هتوقف ولا غيرها من المبادرات هتوقف أبدا أبدا طب جايب السقة دي منين عشان بقالي تسع سنين شايف البلد دي بتتحرك لقدام بقالي تسع سنين ما شفتش أبدا ان في مبادرة بتصب في صالح أهلين اللي على قد حالهم أو أهلين اللي صحتهم على قدهم لسبب أو لآخر وغير قادرين على ان هم يقوموا بهذه الإجراءات الجراحية وفي حاجة وقفت بل بالعكس تم تزليل أي عقبة متعلقة بده شفت علاج فيروس سي ببلاش شفت مبادرات وقوافل طبية بتلف في كل حتة ببلاش شفت عيادات شغالة مخصوص لصحة الأسرة المصرية والمرأة المصرية والطفل المصري ببلاش شفت بعيني وانت شفت بعينك وقريت وهتلاقي عندك في أسرتك في عيلتك في الجران في الشارع في الحارة طبعا انت شفت